الطائرات مشاهدين الكرام دون طيار الروبوتات الذكاء الاصطناعي يطلق على هذه التقنيات أنظمة غير مأهولة ولكي يتم استخدامها لا بد حقيقة أنهم يمرون بمراحل من المحاكاة والتدريب ثم تبدأ كبرى الدول بالاعتماد عليهم في القطاعات المختلفة هنا ببساطة تكمن أهمية معرضي يوميكس و سينتيكس التي أسستهم الإمارات عام 2015 ليكونوا الوحيدان المختصان بالأنظمة غير المأهولة والمحاكاة والتدريب في الشرق الأوسط وعلى مدار ثلاث أيام تعقد غدا بإذن الله النسخة السادسة من المعرضين بمشاركة 214 من كبرى الشركات العالمية المتخصصة و 200 من كبار القادة وصنع القرار والخبراء وخلالها سيتم استعراض التقنيات والابتكارات المدنية والدفاعية والتجارية للطائرات دون طيار والروبوتات والذكاء الاصطناعي وبعدين سيتم تنظيم العروض الحية البرية والبحرية لتلك الأنظمة غير المأهولة في المنصة الكبرى والقناة المائية التابعة لأدنك النسخة الحالية لابد أن نذكر أنها تعد الأهم في تاريخ الحدث حيث ستشهد إطلاق خمس مبادرات جديدة للمرة الأولى منها إطلاق منصة يوميكس التجارية بمشاركة 37 شركة كما تشهد هذه الدورة مشاركة 11 دولة للمرة الأولى وتشهد كذلك ارتفاع عدد الشركات الوطنية المشاركة إلى 72 شركة بنسبة زيادة 64% عن العام الماضي ترجمة نانسي قنقر